موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الاخبار الرئيسة من قناة السعودية نبدأها بالعنوين موسيقى خادم الحرمين الشريفين و سموالي العاد و نئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكر استقلال بلاده موسيقى قوات التحالف تعلن تنفيذ ست وثلاثين عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب موسيقى ومنحن الإصابات بفايروس كورونا في المملكة يواصل ارتفاعه بتسجيل مائتين و سبع و ثمانين إصابة بفايروس كورونا موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم بعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده موسيقى أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبهى الدولي و قال التحالف إن تناثر الشضايا في محيط المطار لم يسفر عن وقوع أي إصابات وأكد التحالف أنه تم رصد مصدر التهديد وأنه سيعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين و كانت قوات التحالف قد دمرت سبعة مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بمعسكر الأمن المركزي في صنعاء و قال التحالف إن العملية أتت استجابة فورية بعد تدمير مسيرة أطلقت نحو مدينة جازان مضيفا أنه نفذ ضربات جوية دقيقة موجعة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد و قال التحالف إن الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم من السداف المدنيين وأكد التحالف أن الضربات في إطار القانون الدولي الإنساني مطالبا المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المسادفة كما طالب التحالف الحوثيين بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء وأعلن إعطاء مهلة لمدة ست ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية مضيفا أن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام من القانون الدولي الإنساني وتابع سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني من جانب آخر وفي ذات السياق على القوات التحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ ست وثلاثين عملية سداف ضد ميليشي الحوثي الإرهابية في مأرب وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وبين التحالف أن هذه الاسهدافات أسفرت عن تدمير ثمانين وعشرين ألية عسكرية ومقتل أكثر من ثلاثمائة وعشر من العناصر الإرهابية كما أعلن التحالف أيضا عن تدمير تسعة وتسعين زورقا مفخخا هدد حرية الملاحة البحرية بباب المندب وجنوب البحر الأحمر عقد رئيس مجلس الشورى شيخ الدكتور عبدالله الشيخ مع رئيس الجمعية الوطنية بباكستان أسد قيصر جلسة مباحثات رسمية وجرى خلال المباحثات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام في كافة المجالات وبحث أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين على المستوى البرلماني في المحافل البرلمانية الإسلامية والإقليمية والدولية وأكد الدكتور عبدالله الشيخ بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة وباكستان مشيرا إلى أنها علاقات متأصلة تاريخيا تحتم على الجميع العمل على تقويتها وتعزيزها عبر عقد اللقاءات والاتفاقيات الفاعلة التي من شانها أن ترسم مسارا عمليا محققا لتطلعات وأمال الشعبين والبلدين الشقيقين ومن جانبه ثمن أسد قيصر دور المملكة الهام في نصرة الشعوب والقضايا الإسلامية ومنها الدعم الأخوي والإنساني للشعب الأفغاني مؤكدا في الاقتداته أن باكستان والمملكة قادرتان على لعب دور مهم في تحسين الأوضاع في أفغانستان وتجاوز الأزمة التي يمر بها الشعب الأفغاني عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي واطلع المجلس على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله ومن بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتين الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المسجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كوروناكو في التسعة عشر والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها كما ناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدمة من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس حيال التقرير الربعي الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين والذي تم من خلاله استعراض أبرز الانجازات على صعيد الأهداف الاستراتيجية للرؤية وتقديم نظرة تحليلية شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين من خلال أبعاد تشمل مبادرات البرامج ومؤشرات الأداء الرئيسية والميزانية المعتمدة إضافة إلى المخاطر الرئيسية المحتملة والتحديات والجهود القائمة وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة وفي ملف كورونا تجاوز إجمالي وعدد الجرعات المعطات من لقاح كورونا في المملكة أكثر من ثمانية واربعين مليونا وتسعمائة وستين ألف جرعة إذ بلغ عدد المحصنين بالجرعتين من لقاح كورونا أكثر من ثلاثة وعشرين مليونا واثني عشر ألف شخص فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من أربعة وعشرين مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف شخص من سكان المملكة وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة سجلت 287 إصابة جديدة بالفيروس وسجلت 113 حالة متعافية إضافة إلى حالة وفاة واحدة رحمها الله أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميما لكافة فروعها بمناطق المملكة تتضمن التأكيد على منسوب المساجد من الآئمة والخطباء والمؤذنين على حث المصلين على التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللقائية للحد من انتشار فيروس كورونا رفضت منظمة الصحة العالمية تسرع في الحكم على المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المسجد وقالت ماريا فان كريكوف المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة ليس لديها حتى الآن معلومات كافية عن المتحور الجديد تجعلها تقول إنه أشد خطورة من متحور دلتا مطالبة بتوخي الحذر لسيما مع اقتراب موسم العطلات وأضافت المسؤولة عن مكافحة كوفيد-19 بأن البيانات تشير إلى أن معدلات دخول المستشفيات جراء الإصابة بالمتحور أوميكرون تعد قليلا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل في إنجاز وطني طبي جديد سجل في الأولايات المتحدة الأمريكية الدكتور هاني نجم ينجح في استئصال ورم من قلب جنين في رحم أمه أهلا بكم من جديد في إنجاز وطني طبي جديد وفي عملية نوعية ونادرة نجح فريق طبي جراحي يقوده الدكتور السعودي هاني نجم في مركز كليفلاندا الطبي بالأولايات المتحدة باستئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه عمره خمسة شهور وإرجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولادة مع فريق جراحة الأجنة في كليفلاندا كلينك وأعرب رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين بكليفلاندا كلينك الدكتور هاني نجم عن سعادته بنجاح العملية وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في كلية كليفلاندا كلينك وكانت كلية القلب الأمريكية قد أطلقت جائزة عالمية باسم الدكتور هاني نجم وتتمثل تلك الجائزة برفع مستوى تدريبات أطباء القلب حديثية تخرج الحاصلين عليها من الشرق الأوسط بإشراكهم ببرامج مراقبة إحدى مراكز القلب الأمريكية وحضور المؤتمرات حددت المؤسسة العامة لتحرية المياه المالحة الربع الأول من عام 2022 القادم موعدا لتشغيل أول منظومة تجارية في العالم باستخدام تقنية النانو لإنتاج الماغنيسيوم وضخه في المياه المنتجة والمساهمة تعزيز الصحة ورفع جودة الحياة وذلك باستخدام تقنية الصفر ورجيع ملحي التي تتعدد استخدامتها لتطوير جوانب الاستثمار وركيزة للعديد من الصناعات الأساسية التي تعزز الاقتصاد الوطني والتي تعد أحدث تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التمييز التشغيلي ورفع الكفاءة الإنتاجية وتلبية الاحتياج المتنامي من المياه المحلاء بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين دشنت وزارة الصناعة وثورة المعدنية عددا من المشروعات الجديدة في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام وشملت المصانع الجاهزة والمناطق المساندة إضافة إلى توسعة نشاط أحد المصانع ومواقع البنية التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية في المدينة الصناعية حيث يسادف برنامج الانتاجية الوطني تهيئة مئة مصنع للتحول إلى تطبيقات ثورة الصناعية وذلك بالتكامل مع شركاء مدن التقنيين لتصبح نموذجا يقتدي به باقي المصنعين وتهتم مدن منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من أربعة ألاف مصنع بين منتجين وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس أكدت وزارة التجارة أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقبية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرضت صلاعا أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفترة السليمة والآداب العامة وتوقع الجزاءات المقررة نظاما مع مصادرة المنتجات المخالفة وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات على الرقم المخصص للبلاغات 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري وصلت الهيئة العامة للموانئ جهودها في دعم القطاعات الحيوية وتمكين أنشطتها في مختلف مناطق المملكة لا سيما قطاعات السياحة والرياضة والترفيه باعتبارها من أبرز الروافد الاقتصادية الداعمة للتنوع الاقتصاد الوطني حيث شهد العام 2021 قفزة استثنائية في إسهام الموانئ السعودية في دعم وتنشيط الحركة السياحية والرياضية والترفيهية حيث استقبل ميناء جدة الإسلامي خلال شهر ديسمبر الجاري سفينتي جولي كوارزو وجولي تيتانيو المحملتين بأكثر من 1100 مركبة متنوعة وخمس طائرات وعشرين حاويا للمشاركة في النسخة الرابعة والربعين لرالي دكار 2022 الرالي العرق والأكثر تحديا في عالم رياضة المحركات الذي تستطيفه المملكة مطلع العام المقبل أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف وذلك بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص من دعم البرنامج واستمرار تمكين منشآت القطاع الخاص وتنمية أدائها وتضمن التحسين الجديد إلغاء ضابطي الدعم السابقين بأن تكون فترة انقطاع الموظف 90 يوما بين الوظيفتين وكذلك اشتراط أن تكون فترة التسجيل في المنشآة لمدة 90 يوما قبل إضافته في طلب الدعم ويدعم برنامج دعم التوظيف أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص والتي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال بنسبة تبدأ من 30 وحتى 50 بالمئة من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين ضمن الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية حول العالم حيث سلم المركز شحنة مساعدات صحية وبيئية تزين أكثر من 46 طنا لجمهورية السودان تشتمل على 232 مولدا كهربائيا لدعم المنشآت الصحية وأدوية وأمصال طبية وأجهزة رش للمبيدات الحشرية وألاف نموسيات المشبعة وغيرها كما وزع المركز أكثر من 25 طنا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في عدد من مناطق ولاية نهر النيل بالسودان استفاد منها 4700 فرد فيما وزع المركز 160 طنا من السلال الغذائية في عدد من مناطق محافظة حضرموت استفاد منها 9000 شخص تقيم مكتبة الملك فهد أو مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة عبر العصور والذي يقام متزامنا مع عامل خط العربي وتجاوز عدد المعرضات الثمانية آلاف مسكوكة تكمن أهميتها في استنباط الحقائق وكونها من مصادر التاريخ الإسلامي دشن المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة لأستاذ فيصل بن معمر معرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة عبر العصور والتي تجاوز عددها 8000 مسكوكة وعملة نادرة تغطي أكثر من 14 قرن من الزمان وتشمل مساحة جغرافية تمتد من بلاد الهند وحتى الأندلس ومن القوقاز وحتى اليمن والسلطنة العمانية سعدنا اليوم والله الحمد بفتتاح معرض المسكوكات الإسلامية في مكتبة الملك عبد العامة برعاية كريمة من مقام صاحب السمو وزير الثقافة وافتتح المعرض معالي الأستاذ فيصل المعمر المشرف العام على المكتبة ومعالي نائب وزير الثقافة المعروضات تنوعت بين دينار عربي سك في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وهي أول عملة عربية إسلامية تظهر عليها شهادة التوحيد ومجموعات أخرى يعود تاريخها إلى العصور الإموية والعباسية والأندلسية والفاطمية والأيوبية والسلجوقية والساسانية والمملكية المعرض يحكي قصة العملات الإسلامية الموجودة في مكتبة العامة حيث تحتوي المكتبة على أكثر من 8000 عملة فيها عدد كبير جدا شديد ندرة مثل بداية السك الإسلامي العملة الإسلامية في عهد عبد الملك بن مروان عام 73 هجرية إطلاق المعرض يعقس اهتمام المملكة بالحفاظ على كل ما يخص التاريخ العربي والإسلامي وتفاعلها مع الحضارات والثقافات المتنوعة التي ألهمت العالم بجمالياتها وما يزخر به تاريخها من فنون وموروث عريق سعود النشمي الرياض وننتقل الآن إلى جدة مع المحلل في المركز الوطني للأرصاد الأساد عقيل العقيل يطلعنا أكثر على أحوال الطقس في مدن المملكة تتأقلم الكتلة الهوائية الباردة على المناطق الشمالية وتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف والتدريجي على معظم القطاع الشمالي والشرقي والأوسط من المملكة نبدأ من صور القمار الصناعية حيث توضح لحضراتكم تواجد بعض التشكيلات من السحب وأجواء غائمة لغائمة جزئيا على منطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض بالإضافة إلى شمال المملكة بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية والجنوبية والغربية كذلك وعلى سواحل البحر الأحمر التوقعات الجوية بذل الله تعالى تنشط الرياح السطحية تكون مثيرة بعض الأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية وشرق منطقة مكة المكرمة وبالإضافة إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وكلما تجانى حتى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير وكذلك الحال المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية وتعود درجات الحرارة إلى الارتباع الطفيف على معظم القطاع الشمالي والأوسط من المملكة وتتركز الكتر الهوية الباردة بذل الله تعالى على المناطق الجنوبية لتنخف الدرجات الحرارة بشكل واضح وملحوظ على القطاع الجنوبي والجنوبي الغربي من المملكة أقل درجة حرارة متوقعة خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله في منطقة الجوف حيث تصل درجات الحرارة إلى درجتين مياوية فوق الصفر تكون أقل من ذلك في خمم جبال تبوك قد تصل إلى الصفر المياوي أما في العاصمة الرياض فتصل درجات الحرارة الصغرى غدا بإذن الله إلى 9 درجات مياوية هذا والله أحلام نشرتنا انتات وبقي نذكركم بأبرز عنوينها خادم الحرمين الشريفين والسمولي العهد وأنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده قوات التحالف تعلن تنفيذ 36 عملية سهداف ضد ميليشي الحوثي في مأرب ومنحن الإصابات بفيروس كورونا في المملكة واصل ارتفاعه بتسجيل 287 إصابة بفيروس كورونا شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وادمتم في رعاية الله وحفظه